دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز التسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع هالة الحملاء واتفضل لها شكرا محمد التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق للصدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لسيما الموجه منها للتصدير وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعددين من الوزراء وجه الرئيس السيسي كذلك باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية كما استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع جهود زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق ومستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا وزاريا بحضور وزراء خارجية مصر والولايات المتحدة والسعودية وقطر والأردن وتسعى مصر وقطر من خلال مفاوضات مكثفة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله محذرين في الوقت نفسه من خطورة الاكتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أيضا وزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوقت في قبرص اليوم اجتماع يشارك فيه ممثل أربعون دولة من أجل ضمان التنصيق اللازم لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المدنيين في غزة وضمان استمرارية هذا التدفق وكانت سفينة أولى قد وصلت من قبرص إلى غزة ضمن الممر الإنساني البحري وبدأ توزيعها عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في شمال القطاع المحاصر على ما أعلنت منظمة World Central Kitchen وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن بشأن الحرب على قطاع غزة وأوضحت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الأمريكي يقر بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف وبحسب المصادر يدعم مشروع القرار الجديد الأساس لسلام أكثر استدامة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أنحاء متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف منازل بمخيم المغازي وسط القطاع ومناطق دير البلح ومدينة غزة والنصيرات ورفح ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال كما استشدى شبان فلسطينيان في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم نور الشمس في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة بالرصاص والعبوات الناسفة وقعت بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال